المورد الثاني الأعلام الزركري الجزء السابع عندي في صفحة ثلاثين قال صاحب الأعلام الزركري قال النصير الطوسي خمسمائة أي ولادة من خمسمائة وسبعة وتسعين إلى ستمائة واثنين وسبعين محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي فيلسوف كان رأسا في العلوم العقلية علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات هذا المجسطي كتاب ألفه بطل ميوس في الهندسة والفلك يقول علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات علت منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه ولده بطوس قرب نسابور وابتنى بمراغة قبة ورصدا عظيمة هذه هي أن تمشي عند التيمية فيلسوف وآلم فلك ورياضيات ومراصد مئبل مئة هذا زنديق ومرتد وكافر ومشعوذ وساحر فكيف لا يكذبون عليه ولا يفترون عليه بالتأكيد كل الكذب والإفتراء يسجل على الطوسي وعلى ابن العلقمي بكل تأكيد من المدلسة من الأفاقين ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والمنهج التيمي واتخذ خزانة واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد التفت جيداً لاحظ الفرق بين طرح الزركري وبين تدليس أبن كثير أبن كثير ماذا قال؟ قال وفيها عمل الرصد بمدينة مراغة ونقل إليه شيئاً كثيراً من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد لاحظ تدليس مقنن مقنع خبيث من يقرأ هذه سيربط أين؟ يربط بأكذوبة وإفتراء أن الطوسي كان مع هلاكا وهو دخل معه إلى بغداد واشترك في الجريمة وفي الخيانة وفي سقوط بغداد لاحظ يربط هذه بتلك يربط هذه الأكذوبة بتلك الأكذوبة لاحظ هذا الذي ذكره الكوثر بأنه يخدر العقول بأساليب مختلفة خبيثة لاحظ من يقرأ من يعتقد بأن الطوسي دخل مع هلاكا إلى بغداد من يصدق بهذه الأكذوبة ويقرأ هذه العبارة طبعاً سرق هذه الأموال الكتب أخذ هذه الكتب من الأوقاف في بغداد ونقلها إلى مراغة وكأنه لاحظ هذه كيف فيها تجميل لهلاكا وكأنه الكتب لو بقيت على فرض أنه أخذ الكتب لو بقيت الكتب في بغداد سيحافظ عليها وسيحافظ عليها هلاكا كما يحافظ على عينيه وعلى جسده وعلى أولاده وكأنه لم يحصل أي شيء في بغداد وبقيت هذه الكتب في الأوقاف ونهبها نصير الدين الطوسي لاحظ هذه العبارة أين وأين عبارة الزركلي ماذا قال الزركلي قال ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة لاحظ هذه العبارة وفعلا يذكر بأن الطوسي قد اشترى الكتب المنهوبة بأغلى الأثمان وجمعها في تلك المكتبة حافظ على التراث لا فرق عنده بين الكتاب السني والكتاب الشيعي لا فرق عنده بين الكتاب الإمامي أو الفاطمي أو الزيدي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أي كتاب من كتب التراث الإسلامي اشتراه بأغلى الأثمان وحافظ عليه في تلك المكتبة لاحظ الخبث لاحظ التدليس لاحظ الشيطن يكمل الزركلي واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد وقرر منجمين لرصد الكواكب وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم وكان هولاكو يمده بالأموال لاحظ يعني هولاكو يعطي للعلم والعلماء يعطي للفقهاء السنة والشعة يعطي للمدارس والتيمية يهدمون مدارس ومساجد وتكيات وحسينيات المسلمين ويقتنون المسلمين لاحظ أين هذا وإن هذا يعني التيمية حتى لم يصلوا إلى واحد بالمليون مما فعله هولاكو هم برابرة وأصل البربرية هم هؤلاء التيمية الدوائش وصنف كتبا جليلة منها شكل القطاع ويقال له تربيع الدائرة وتحرير أصول إقليدس وتجريد العقائد أو تجريد الكلام وتلخيص المحصل مختصر المحصل للفخر الرازي تلخيص المحصل أي مختصر المحصل لفخر الرازي وحل مشكلات الإشارات والتنبيهات لإبن سينا وشرح قسم الإلهيات من إشارات إبن سينا شرح كتاب ثمرة بطلميوس أو بطليموس والمتوسطات الهندسية يقول الزركري رأيت منه نسخة قديمة نفيسة في اللورنزيانة بفلورانس ومن الكتب أيضا من المؤلفات تحرير الكرة المتحركة وبقاء النفس بعد بوار البدن والجبر والمقابلة وإثبات العقل ويذكر الكثير منها إلى أن يقول وله شعر كثير بالفارسية توفي ببغداد ترجمة نانسي قنقر